الكيل أو الكرنب من بين كل أنواع الخضروات الصحية الخارقة فإن الكرنب المجعد والسائب الأوراق الكيل هو الملك فهو بالتأكيد أحد أكثر الأطعمة النباتية صحة وتغلية على وجه كوكب الأرض لأن أوراق الكيل محملة بجميع أنواع المركبات المفيدة التي لدى بعضها خصائص طبية قوية فيما يلي التسع فوائد صحية مثبتة علمياً لكرنب الكيل الكيل هو أحد أكثر الأطعمة الصحية انتلاءاً بالمغذيات إن كرنب الكيل من الخضروات الشهيرة التي تنتمي إلى عائلة الملفوف الكرنب وهو أحد الخضروات الصليبية مثل الملفوف والبروكلي والقرنبيت والكرنب الأخضر وبراعم بروكسل هناك العديد من أنواع مختلفة من الكيل يمكن أن تكون الأوراق خضراء أو أرجوانية وقد يكون شكلها مفروداً أو مجعداً يسمى النوع الأكثر شيوعاً من الكيل بالكيل المجعد أو الكيل الإسكتلندي وهو النوع الذي يحتوي على أوراق خضراء مجعدة وجذع ليفي صل يحتوي الكيل على قدر منخفض جداً من الدهون ولكن جزء كبير من هذه الدهون يأتي من حمض أوميغا 3 دهني يسمى حمض الألفا لينولونيك بالنظر إلى محتواه المنخفض بشكل لا يصدق من السعرات الحرارية فإن أوراق الكيل تعد من بين الأطعمة الأكثر كثافة في المغذيات على وجه الأرض وبتناول المزيد من الكيل يعد وسيلة رائعة لزيادة محتوى المغذيات الكلي في نظامك الغذائي بشكل كبير أوراق الكيل مليئة بمضادات الأكسادة القوية مثل كيريستين وكامبريفول تحتوي أوراق الكيل مثل غيرها من الخضر الوراقية على نسبة عالية جداً من المركبات المضادة للأكسادة تشمل مضادات الأكسادة هذه البتا كاراتينات وفيتامين سي فضلاً عن العديد من مركبات الفلافونايدات والبوليفينولات إن مضادات الأكسادة هي المواد التي تساعد في التصدي للأضرار التأكسودية التي تحدثها الشوارد الحرة في الجسم ويعتقد أن التالف الناتج عن عملية التأكسود هو من بين العوامل الرئيسية للشيخوخة والكثير من الأمراض بما في ذلك مرض السلطان لكن العديد من المواد التي يتصادف كونها مضادات الأكسادة لها أيضاً وظائف هامة أخرى وهذا يشمل فلافونايدات كريستين وكامفيرول والتي توجد بكميات كبيرة نسبياً في الكيل وتمت دراسة هذه المواد بدقة في أنميب الاختبار والحيوانات ليكتشف العلماء أثارها القوية التي تحمي القلب والخافضة لضغط الدم والمضادة للالتهابات والفيروسات والمقاومة للاكتئاب ومرض السلطان على سبيل المثال للحصر تعتبر مصدراً ممتازاً لفيتامين سي أو جي إن فيتامين جي هو أحد من ضدات الأكسادة القابلة للدوبان في الماء والتي تختم العديد من الوظائف الحيوية في خلايا الرسم على سبيل المثال هذا الفيتامين ضروري لتكميل كولاجين وهو البروتين البنيوي الأكثر وفرة في الرسم أوراق الكيل تحتوي على نسبة أعلى بكثير من فيتامين جي مقارنة بمعظم الخضروات الأخرى فهي تحتوي على 4.5 أمثال كمية فيتامين جي الموجودة في السبانخ يساعد في خفض نسبة الكوليستيرول في الدم بإمكان أوراق الكيل المساعدة في تخفيض مستويات الكوليستيرول في الدم وهي ميزة قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب يحتوي الكوليستيرول على العديد من الوظائف المهمة في الجسم على سبيل المثال يتم استخدامه لصنع الأحماض الصفروية وهي المواد التي تساعد الجسم على هضم الدهون يقوم الكبد بتحويل الكوليستيرول إلى أحماض صفروية ثم يتم إطلاقها في الجهاز الهضمي كلما تناولت وجبة دسمة بعد أن يتم امتصاص جميع الدهون وتكون الأحماض الصفروية قد خدمت الغرض منها يعاد امتصاصها في مجرى الدم واستخدامها مرة أخرى يعد أوراق الكيل واحدة من أفضل مصادر فيتامين كي على الإطلاق يعتبر فيتامين كي من المغذيات الضرورية لصحة الجسم وهو ضروري للغاية لتخثر الدم ويفعل ذلك عن طريق تنشيط نوعا معينة من البروتينات ومنحها القدرة على ربط الكاسيوم يعد كرناب الكيل واحدا من أفضل مصادر فيتامين كي حيث يحتوي كب واحد من أوراقه على ما يقرب من سبعة أضعاف الكمية الموصب السهلاكية يوميا من فيتامين كي والذي يساعد على حمايتك من أمراض القلب وهاشاشة العظام يحتوي كرناب الكيل على العديد من المواد المضادة للسرطان يتميز كرناب الكيل بأنه مليء بالمركبات التي يعتقد أن لها أثار وقائية ضد السرطان أحد هذه المركبات هي مادة السلفورافين وهي المادة التي ثبت أنها تساعد في مكافحة تشكل السرطان على المستوى الجزئي كما يحتوي أيضا على مادة الإندول 3-كاربينول وهي مادة أخرى يعتقد أنها تساعد في الوقاية من الصرطان يحتوي على نسبة عالية جدا من البيتاكاروتينات كثيرا ما يزعم أن كرناب الكيل يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ألف لكن هذا الإدعاء ليس دقيقا تماما فهو يحتوي في الواقع على نسبة عالية من البيتاكاروتين وهو مضاد الأكسادة الذي يمكن أن يحوله الجسم إلى فيتامين ألف بالإضافة إلى اللوتين والزيكسانثين وهما من مضادات الأكسادة الكاروتينية التي تقلل خطر الإصابة بالتنكس البقاعي واعتام عدسة العين وهما من الاترابات الشائعة التي تصيب العين يعتبر مسدلا ممتازا للمعادن الضرورية إن كرناب الكيل غني بالمعادن الضرورية التي قد يعاني من نقصها الكثير من الناس كما أنه مصدر جيد للكالسيوم وهو عنصر غذائي مهم جدا لصحة العظام ويلعبه دورا في جميع أنواع الوظائف الخلوية بالإضافة إلى أنه مصدر جيد لمعدن الماغنيزيوم الذي يفتقر إليه معظم الناس إن تدول كمية كافية من الماغنيزيوم قد يساعد في وقايتك من مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب يحتوي الكيل أيضا على قدر قليل جدا من البوتاسيوم وهو معدن يساعد في الحفاظ على تدرجات الكهربائية في خلايا الجسم تم ربط استهلاك كمية كافية من معدن البوتاسيوم بين خفاض ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب من الخصائص التي تميز أوراق الكيل عن الخضر الورقية الأخرى مثل السبانخ هو أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الأوكسالات وهي مادة موجودة في بعض النباتات بإمكانها منع امتصاص المعادن من الجسم إن الكيل لديه العديد من الخصائص التي تجعله طعاما مناسبا لخصارة الوزن فهو منخفض جدا في عدد السعرات الحرارية ولكن لا يزال يوفر الحجم الكبير الذي يمكن أن يساعدك على الشعور بالامتلاء بسبب محتوى المنخفض من السعرات الحرارية والعالي من الماء يتمتع الكيل بكثافة طاقة منخفضة وتبين أن تناول كثير من الأطعمات الكثافة المنخفضة من الطاقة يساعد في إنقاص الوزن في العديد من الدراسات كما يحتوي الكيل أيضا على كميات صغيرة من البروتين والألياف وهما من أهم العناصر الغذائية عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن يحتوي كوب واحد من أوراق الكيل النيئة من الجرعة المصاب السهلاكيها يوميا حوالي 67 جراما أو 2.4 أوقية على فيتامين ألف 206% من البتا كاروتين فيتامين كي 684% فيتامين سي 134% فيتامين بي سيكس 9% المونغانيز 26% الكالسيوم 9% النحاس 10% البوتاسيوم 9% الماكنيزيوم 6% كما يحتوي أيضا على 3% أو أكثر من الجرعة اليومية المصاب السهلاكيها يوميا من فيتامين بي واحد الثيامين فيتامين بي اثنين الريبوفلافين فيتامين بي ثري النياسين والحديد والفوسفور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر